حكم تغميد العينين في الصلاة يعني عندنا بعض الحديث المهم في الصلاة الخشوع أن يكون الإنسان خاشعا في صلاته فلو تغميد العينين ده حيزيد الخشوع في الصلاة أو حيخل الإنسان يخشع بقلبي بعض الناس يحب وهو يعني يدعو الله عز وجل أن يغمض عينيه يكون أكثر حضورا أكثر تأثرا أكثر استشعارا للقراءة للقراءة هو يصلي خلف الإمام فلا حرج في ذلك يبقى لو أنا حبص مكان السجود النظر محل السجود أدعى للخشوع ومش حخشع يجوز لي إغمض العينين ولا حرج في ذلك